يوما بعد يوم بدأت تركيا تكتشف أن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا لم يقدم لها شكا على بياض في المنطقة الكردية شرق الفرات وفي كل خطوة تتفاقم أكثر فأكثر أزمة الثقة بين واشنطن وأنقرة الرئيس إردوغان رفض استقبال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي زار أنقرة وبحسب الإعلام التركي غادر المسؤول الأمريكي تركيا بعد نشاط اقتصر على لقاء المتحدث الرئاسي براهيم كالن انتقادات لاذعة وجهها إردوغان لبولتون بسبب مواقفه التي أطلقها خلال زيارته لإسرائيل والتي حاول فيها التمييز بين وحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستانية واشترط فيها بولتون التنسيق مع واشنطن في أي عملية تركية في المناطق الكردية لكن فيما يشبه التحدي لمواقف بولتون ها هو إردوغان يعلن أن تحضيرات جارية لإطلاق عملية شرق الفرات ستبدأ قريبا واتهم واشنطن بالتنصل من تفاهمات سابقة مع ترامب من ضمنها أيضا ملف منبيج الخلافات الأمريكية التركية بدأت تتفاقم من جديد منذ طرحت واشنطن شروطها للانسحاب من سوريا ومن بينها إجراءات تضمن سلامة الأكراد وهذه الشروط كان يريد بولتون إسمعها لإردوغان لكن الرئيس التركي لا يبدو مستعدا لتعديل خطط رسمها لشرق الفرات وبالتالي في حال مضى بتنفيذ تهديده بإطلاق عمليته قريبا هل سيفعلها بوجود القوات الأمريكية وكيف ستكون تداعيات التحدي التركي في منطقة انتشار أمريكية وأين روسيا من كل هذا المشهد معقد وعناصر الصراع الإقليمي والدولي تتكدس شرق الفرات موسيقى